الحقيقة احنا بنهتم جدا في التاسعة لما يكون فيه يعني نسمع كده عن أشياء جديدة الدولة بتقدمها وعن يعني توجيهات جديدة من السيد الرئيس منحب نفهم أكتر والحب أيضا حضراتكم تعرفوا كل تفصيلة يعني تمت إزاي وإزاي أنت كموظف أو الموظفين أو الدولة بتقدم إيه وأنا أستفيد إيه وكمان الموازنة هيبقى شكلها عامل إزاي زي ما حضراتكم عارفين طبعا الموازنة بتاعة عشرين اتنين وعشرين عشرين تراتة وعشرين وسيد الرئيس اليوم أصدر عدة توجيهات خلينا نتكلم فيها كل واحدة على حدى من خلال ضيف التاسعة الآن الخبيل الاقتصادي دكتور علي الإدريسي مساء الخير يا فاند مساء النوع على حضيك وعلى كل سادة مشاهديك مساء الخير خلينا كده نتكلم واحدة واحدة أنا يعني عندي البند الأول من توجيهات سيد الرئيس وهو رفع الحد الأدنى للأجور إلى ألفين وسبعمائة جنيه وأنا أعتقد أنه ده من أهم القرارات كمان وطبعا معاها العلوتين بتكلفة تمانية مليارات جنيه وطبعا الأولى دورية للموظفين زي ما قلنا المخاطبين بقانون الحماية المدنية بالخدمة المدنية بالضبط الخدمة المدنية بنسبة 7% ومن الأجر الوظيفي والتانية خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% نشرح حاجة حاجة ونتكلم عنها خلينا نبدأ طبعا أن الحد الأدنى للأجور يبتدي يتحرك من 2400 جنيه ليه 2700 جنيه زيادة 300 جنيه في التوقيت ده جزء وأمر غاية في الأهمية ومهم جدا 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 وبالأخص بالنسبة ليه محدود الدخل لأنه ده بيخش ضمن إطار الحماية الاجتماعية ضمن الدعم للدولة والمساندة للدولة بتقدمها ليه محدود الدخل في ظل كمان موجة تضخمية بيشهدها العالم وبتأثر علينا يمكن إحنا معادلات التضخم عندنا لغاية ده ندر أنها مقبولة إحنا حوالي 6.5% بالنسبة لي ديسمبر الماضي فيعتبر الزيادة دي مش هتاكلها الأسعار وده أمر مهم جدا لأن إحنا كان عندنا دايما إشكالية أن الأجر يزيد فالأسعار السلع والخدمات تتفع فتبقى النتيجة تكون سلبية كمان وتبقى الزيادة بالنسبة للناس مش محسوسة بالزبط عشان كده دايما إحنا عندنا في الاقتصاد بيحسبها دايما بالدخل الحقيقي أكثر منها الدخل النقدي يعني إيه دخل النقدي هو الأجر اللي هو الألفين وسبعمائة على سبيل المساعدة دخل الحقيقي السلع والخدمات اللي نقدر أن احنا نحصل عليها في مقابل وحدات النقدي اللي هو أنا بالمقابل ده أقدر أجيب إيه بالزبط فبالتالي مع تراجع لي معادلات التضخم أو استقرارها وزيادة الدخل النقدي اللي بيحصل عليه الموظف بالتالي هيبقى المضود على مستوى معيشته هيكون أفضل يعني أو نقول إنه إذا العالم كله رايح للتضخم أصلا بسبب كمان كورونا واللي حصل والأحداث إذن الدولة هنا بتعمل توازن لحماية الناس وحماية الموظفين وبالأخص محدود الدخل لأن محدود الدخل دوت لما يكون 2500 يتحرك لي 2500 فكأني أنا التلتمية دي برد على نسبة الزيادة اللي حصلت بشكل عام طيب كمان بنتكلم على العلوات اللي تكلفت 8 مليارات كنيه فكرة العلوات دي الدولة بتأكد عليها كل سنة يمكن حتى كمان كانت موجودة العام الماضي بتتجدد بعض العام دوات والعلوات مع الحافظ الإضافي الأمين بيعتبروا في المجمل زيادة في الدخل الكل اللي بيحصل عليها فبتعمل زيادة كمان فتقدر إن هي تدي له يعني بوش أو دفعة قوية إن يكون الإجمالي بالنسبة له جيد يقدر إن هو طبعا يواجه به الضغوط الدخمية اللي إحنا ابتدينا نشوفها واللي كمان الدولة عندها علم بي إن الفترة الخاصة بي عدم الاستقار والموجة التدخمية دي هي مش فترة مؤقتة قد تكون مستمرة لإن بعده خلينا عبط الأمر دوت بي منتدى دافوس اللي اشتغل وبدأ انباح وكان يمكن رئيس الصيني كان لي حديث عن الجزء الخاص بي سلاسل الإبداد والتوريد والجزء المتعلق بالموجة التدخمية المستمرة والمشاكل اللي موجودة على الاقتصاد العالمي وإحنا أريد جزء من هذا الاقتصاد وبالتالي مع استمار موجة التدخمية دي النتيجة عن عوامل خارجية أكيد كان مهم جدا إن يبقى فيه جزء متعلق بالأجور والجزء الخاص بي المكاملات لهذا الأجل من طريق العلوات والحوال طيب أنا عايزة أركعتيني مع حضرتك لما حدث اليوم في اجتماع السيد الرئيس مع الحكومة ممثلا فيه سيد طمع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وكان المجموعة المالية موجودة وزير المالية وأيضا نائب وزير المالية أحمد كوجك ودكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة فإحنا كده بنتكلم بأنه ده اجتماع مهم علشان نناقش كل اللي احنا بنقوله ده فيه كمان حاجة كانت مهمة جدا النهاردة وهي تعيين 30 ألف مدرس سنوية وده قياس للإحتياجات السوق وإحتياجات التربية والتعليم وكل الأشياء ده خلينا نخلها كمان من منظومة مهمة جدا لأن احنا حتى لما نيجي نستكمل هللاقي أن الدولة اللي بتتحرك بقوة على بناء الإنسان المصري فبتتحرك على قطاعين رئاسيين التعليم والصحة ومن هنا كان لابد أن احنا كمان مش بنتحدث فقط على الموظف في الجهاز الإداري للدولة ولكن كمان العاملين في القطاعين دولة القطاع تعليم وقطاع الصحة عشان كده قطاع تعليم كنا تابعنا طبعا الفترة اللي فاتت كان فيه عجز بعض الشيء في عدد المعلمين فكرة أن يتم تعيينهم ويبقى موجود فكرة 30 ألف معلم وخطة على مدار 5 سنوات ده أمر جاي جدا بجانب كمان الخبرة التالية اللي مطابق به صندوق تطوير التعليم اللي يضخ فيه 3.1 مليار جنيه وهو يعتبر يعتبر أيضا داخل التطوير أنت تقول لما تطور عايز تجيب يعني كفاءات وعايز تجيب مدرسين علشان توسع يعني المشروع بتاعك ويبقى فيه ناس هي منظومة متكاملة ما ينفعش أن أنا يعني أصلح جزء وأطرق باقي المنظومة فبالتالي عملية التطوير بجانب التعينات أو سد العجز اللي كان موجود ده الجزء مهم جدا بجانب أن احنا كل دور بنتكلم على التعليم الأساسي طيب هل التعليم العالي أو التعليم الجميع ترقناه؟ لا برضو لقينا إزاي أني في حديث عن أعضاء هيئة التدريف طيب أنا حاجة لها بس أنا لسه عند 30 ألف مدرس سنويا برضو بتكلم هي مصر كمان عندها مشروع تطوير الريف وعندك حياة كريمة فأنت برضو مش بس بتشتغل على بنية وعلى تطوير رقع زراعية وخدمات ولكن أيضا فيها تعليم لأنه في مدرس متنقلة فالمدرس المتنقلة محتاجة مدرسين فأعتقد ده برضو حيصب في المشروعات اللي الدولة بتعملها؟ الدولة عاوزة توصل لتنمية شاملة ومستدامة وعلشان توصل لها ابتدت تتحرك على تنمية الصعيد ابتدت تتحرك على الريف المصر ابتدت تتحرك على شبك زياد سيناء وبالتالي عمليات التنمية والجهود المستمرة دي تحتاجة أن يبقى فيه الإمكانيات اللي تقدر تساعدنا بشكل واضح لتحقيق هذه التنمية بالشكل المطلوب وجزء أساسي علشان نستمر مش على المستوى الاقتصادي بس ولكن على مستوى الدولة المصرية أن هي يكون دولة قوية لابد أن يكون فيه اهتمام بشكل كبير ببناء الإنسان في مصر عشان كان دايماً التعليم والصحة سيادة الرئيس بيولي ليهم أهمية كبيرة جداً التعليم قصده بناء الإنسان تماماً الفكر والسخصية والأهداف وسحة البنيات وخلينا نخدها بقى من الجانب الاقتصادي إزاي أن المواطن يبقى قيمة مضافة للاقتصاد المصري إزاي أنه هو يقدر أنه يعمل مشروع إزاي أنه يبقى منتج إزاي يبقى عادي ثقافة عمل تستثمر يعني حتى يعني الأموال اللي بتخهاها الدولة سواء في التعليم فإنت بتأهل استثمار في رأس المال البشر وده يمكن اللي بتأكد عليه دايماً التقارير الدولية واللي الدولة بتحاول تتحرك عليه لأن بعد الدولة في كتير من تصحاتها الحكومية كانت بتؤكد على فكرة إن عاوزين يبقى عندنا ثقافة العمل إزاي أن حضرتك يبقى عندك التعليم اللي مربوط بإحتياجات سوء العمل إزاي أن أنت تبدأ مشروعك إزاي يبقى عندنا مشروعات صغيرة متوسطة متغيسة إزاي يبقى عندنا ريادة عمل دي كلها ملفات جزء أساسي منها إن إحنا يبقى عندنا تعليم جيد ومن هنا كان الجزء الخاص به سد العجز وتطوير التعليم الأساسي تمام طيب كمان نوجه السيد الرئيس خلال الاجتماعات أيضاً فكرة زيادة الحافظ الإضافي لكل المخاطبين يعني إزاً كمان عندنا حافظ إضافي عايزين نشرح ده لأن إحنا برضو بنخاطب به المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتكلفة بلغة 18 مليار الفكرة كلها إن الدولة إحنا عندنا مخاطبين بالقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين فكرة إن إحنا يبقى عندنا دعم وإضافة خيام الشحة للناس لأن في ناس تقولك الخدمة المدنية اللي هم طبعاً المخاطبين اللي هم العاملين في الوزارات أو في الحكومة بشكل عام والوحدات المحلية دي كلها غير المخاطبين عضاية تدريسة هيئة قناة السويس هزعوا التلفزيون طبعاً بس بيرو بن الشرف فيه دايماً وغيرها من الهيئات الصالية دي كلها غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لكن العلاءة طبعاً تشمل المخاطبين وغير المخاطبين بنفس الشيء طيب احتمال كمان حافظ إضافي ده كلمنا فيه لتطوير المعلمين يعني هو أنت تعيين وحافظ إضافي كمان هذا إضافي عشان بس يبقى موجودة مخصصات بتاعتهم لأن كان بعد الفترة الماضية فكرة أن في عقد مؤقت وعمليات التعيين والمؤتبات الخاصة بيها طب المكافأة دي كلها كانت عاملة يمكن شوية مشاكل فدلوقتي أعتقد أن كمان ميزة الموضوع دوت أنه حسم الأمر تماماً فكرة إحنا هنعين الدقيق وعلى فكرة هو رقم ليس بالقليل يعني فكرة أنه يبقى عندي 30 ألف معلم سنوياً يعني بنكلم حوالي 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات بالجانب كمان الجزء الخاص بعملات التطوير والحوافظ فبالتالي ده جزء مهم جداً أن الدولة تسد الفراغ اللي كان موجود أو العجز اللي كان موجود دوت مع الاهتمام بملف التطوير لأن بعده ما ينفعش أنه نعفض نعين أو عندها تعينات لكن ما يبقى مشكلة عندنا في التطوير ويفضل عندك نفس المبلغ بزبط أنت لازم يعني الزيادة يكون قدامها كمان فيه كمان تخصيص مليار ونص جنيه لتمويل حافظ الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس وده عايزين نشرحه ومعاونيهم بقى بالجماعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ده واحد من الأشياء ده مهم جدا لأننا طبعا بشرف أننا واحد من أعضاء هيئة التدريس فكرة أننا يبتدي يبقى فيه مخصصات بالنسبة للجودة وده واحد من ملفات الجودة ديت اللي الدولة المصيرية تحركت عليها على مستوى التعليم العالي في عديد من الجماعات بيبقى هناك معايير بيتم التحرك عليها للحصول على الجودة لكن دايما للحصول على الجودة كنا محتاجين الحوافز اللي تقدر أنها تخلي المؤسسات البحثية والجماعات والمعاهد أنها تبتدي توفى الإمكانيات اللازمة للحصول على الجودة فدايما كنا بنلاقي مشكلة فيه في أن خلاص الجماعات بتتقاعص أو بعض الجماعات بتتقاعص في الحصول على الجودة نتيجة عدم توفى الإمكانيات فبالتالي فكرة أننا ندي لك الحوافز اللي تقدر أن أنت تتحرك بيه عشان تحقق الجودة ده بالتالي أمر مهم جدا بجانب استفادة أعضاء هي التدريس كمان وتحسين منظومة الأجود بالنسبة لهم والعملين في هذا القطاع وكله في نهاية بيعمل ترقي بالضبط ترقي واستكمال يعني إحنا نتكلمنا في البداية عن التعليم الأساسي وهنا نتحدث عن التعليم العالي وبتالي ده استكمال لمنظومة التعليم ككل في الدولة المصطية ده أكيد طيب أنا هستأذنك في فاصل وبعد الفاصل هنكمل الكلام أعتقد أنه الاجتماع النهاردة اللي أصدر السيد الرئيس فيه عدد من التوجيهات هي توجيهات مهمة جدا هي فيها ترتيب ترتيب داخلي يعني السادة الموظفين وترتيب داخلي لقطاعات مهمة جدا حيوية بتخدم الدولة بشكل كبير وأيضا هو يعني يعني كثير من الحماية الاجتماعية وأيضا ما يحدث في العالم كله من تدخم بيبقى فيه موازنة ويبقى فيه كمان نظرة اقتصادية يعني فيها توازي رائع داخل الدولة نكمل معكم الحديث مع دكتور علي الإدريسي بعد قليل في التاسعة رجعنا تاني مع حضراتكم وبنتكلم عن اجتماع النهاردة اللي أجرى سيد الرئيس الحقيقة بخصوص الموازنة 20-22-23 وعدد من التوجيهات كنا بنتكلم فيها وبنكمل الحديث مع ضيفنا الخبيل الاقتصادي دكتور علي الإدريسي دكتور علي عايزة أرجع بقى أقف تاني مع حضرتك عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين يعني دي برضو كانت يبدو أن كان عليها برضو يعني أنا سعيدة أولا في الاجتماع ده بتعرف حضرتك بإيه بإنه كل الحاجات اللي الناس كانت بتتكلم فيها على مدى سنوات وفيها مشاكل وفيها برضو يعني لأن الأشياء ما ينفعش تتضبط مثلا في جمعة وجمعة لا 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 ينفعش تتضبط في مكان ومكان لا فكده يعني الاجتماع ده مع الهيئة المالية اللي كانت موجودة النهاردة يعني أعتقد أن الدنيا بقى فيها تنظيم واضح لا وكمان الفكرة كلها أن احنا نتكلم على قطاع التعليم الأساسي التعليم العالي قطاع الصحة نتكلم على العاملين في الجهاز الإداري للدولة فبالتالي في ملايين من المصريين سيبتدي يحصل عندهم تحسن بشكل كبير جدا في منظومة الأجور يعني خلينا أقول لحضريك أن منظومة الأجور في العام المالي القادم نحن بنتحدث عن ما يقوم من حوالي 400 مليار جنيه بزيادة أكتر من حوالي 39 مليار جنيه عن العام الحالي وبالتالي قفزة كبيرة جدا تخليلي حضريك أن احنا أنفقنا على منظومة الأجور في السبع سنوات ما يقرب من حوالي 2 تريليون جنيه فده برضو مخصصات ومصرفات الدولة طبعا لأنه العدد كبير إذا تتكلم على عدد كبير من الموظفين للدولة يعني بتحاول أن هي تنظم فواتير الزيادة للدولة بتحاول تتحرك عليها بجانب طبعا العمل على تراجع لمعدلات التضخم غرض رئيسي منه طبعا إزاي نحن نحسن من مستوى معيشة ونعالج الثغرات أو العجز اللي كان موجود في بعض يعني إحنا حتى لما تكلمنا على قطاع التعليم الأساسي كان عندنا لأ مشاكل في تعيين للمعلمين إزاي نحن عالجها حتى ما بنكلع على التعليم الأساسي يمكن حضريك ذكرت الجزء الخاص بيه نوتتين أساسين جزء مطرب بيه الجودة وجزء آخر بالنسبة ليه الأساس المتفرغين بالنسبة ليه عمليات الرواتب الخاصة بيهم وده يعني يمكن أساس أيو أنا أحيانا أنت بتبقى محتاج مثلا تجيب أستاذ متفرغ يعني علامة زي ما بيقول والأستاذ المتفرغ العلامة ده أنا محتاجاه مثلا مع الطلبة مع أبحاث مع تدريبات معينة فأنت لازم تجد له يعني نظامه لا وحجم الخبرات اللي لديه طبعا لابد أن يتم الحفاظ عليها وأعطاه مكانة اللي يستحقها فبالتالي نظرة الدولة للأساس المتفرغين هي نظر في محلها لأنه يظل الأستاذ سواء متفرغ أو غير متفرغ هو أستاذ لتخصصه وبالتالي الحفاظ عليه والحفاظ على علمه ده جزء مهم طيب أنا برضو أعتقد ده هيهم القطاعات دي اللي كان أيضا عندها بعض المشاكل ضم تخصصات طب الأسنان علاج طبيعي والتمريد إلى القرار السابق يعني أيضا كان لهم مطالبات كثيرة جدا وده أعتقد ضمهم كمان ده في تحسين بالنسبة أولى المكافآت المكافآت الامتياز وده كان طبعا عمليات لأنه كمان بعده في ظل مكافآت الامتياز دي كمان مهمة في ظل طبعا الأجواء الصعبة اللي بيمر بيها العالم كله سواء بقى كورونا ايمكرون ويعني الظروف الصعبة على المستوى الصحي فبالتالي تقديم الحوافز والمكافآت بالنسبة للقطاع لأنه حتى الطالب الامتياز على فكرة كان موجود في مسألة كورونا كان بيشارك طبعا فأنت دلوقتي لازم يعني تحط كل الفئات اللي كانت موجودة وبتشارك تديها المكافآت لأنه انت تختارهم دولة ابتدت كمان حتى مع بداية كورونا أن هي تقدم كتير من التحسين بالنسبة لي كدر طب بلايه أنه بفراحة كان بيعاني طبعا لسنوات كدية وعقود كثيرة جدا من ضعف في المقابل الخاص بي والأجور الخاصة بي فلا الدولة للأمانة مش من السنة دي لكن احنا شوفنا من عشرين عشرين إزاي أن فيه تحسن مستمر في منظومة الأجور الخاصة عارف أنا عجبني دكتور عالي عجبني بأنه كان فيه دراسة ما هو أنت لما تيجي تناقش موازنة وتحط موازنة لعام اثنين وعشرين تلاتة وعشرين أنت مش بس بتحط موازنة أنت بتحط موازنة نتيجة لأشياء كثيرة نتيجة لمشروعاتك في البنية التحتية نتيجة لإقتصادك اللي تحسن نتيجة للحركة الخاصة بتاعتك نتيجة للعجز الموجودة فأنت بتعمل موازنة وبالتالي بتقدر بعد كده تبص للطاقة البشرية اللي عندك كمان عشان تحسنها لأن هي منوط بيها إن هي كمان تمد إيدها معاك لا وفي نقطة كمان ده إحنا لما بترينا نعمل ترشيد للدعم في ملفات ابتدى عندنا الوفرات اللي إحنا نبتري إن إحنا نوجهها ليه تعليم ونبتري نوجهها ليه الصحة ونبتري نحسن من منظومة رجول لأن هي الفكرة كلها إحنا عندنا حجم مصفات طيب إيه البدايل والأولويات وإيه أهم من إيه وإزاي إن أنا بأدارس القطاعات اللي إحنا فعلا محتاجين إن يتضخ فيها مصفات زيادة وإيه الجوانب الأخرى الإستهلاكية اللي محتاجة إعادة ترشيد ليه حجم المصفات بيها وهو ده السلوة العمل ومشروعاتك واللي يحصل في العالم يخليك تنزل لكل هده وده الإعنوان الرئيسي إزاي إن إحنا نتحرك على الجزئين يعني تعليمه صحة دايما علشان تبقى دولة مستمرة ودولة تبقى قوية لازم يبقى ملف التعليم ولف الصحة أفضل شيء وده اللي الدولة بتتحرك هم أهم الملفات على مستوى تمامة بشارية وعلى المستوى الاقتصادي شايفين اهتمام بقطعين مهمين جدا زي الزراع والصناع خلينا نشرح برضو للمشاهدين من بين قرارات سيد الرئيس اليوم ما عرضاه وزير المالية بخفض العجز الكل للموازنة إلى 6 و 3 من 10 في المية أنا عايز أشرح ده ببساطة عجز الموازنة طبعا باختصار شديد جدا ما بين المصرفات والإرادات طبعا المصرفات لما بتكون أكثر من الإرادات ده معناها عجز مش مشكلتي في العجز على قد كمان المشاكل المترتبة عليه بمعنى أن في عجز فالعجز ده بيتسد به إنها بستدين الديون ده بيبقى عليها فغاية ديون فبالتالي هي يعني مجموعة من الحلقات العجز ده بالنسبة ليه يعني إحنا بقينا سنتين كورونا الحقيقة هي مش سنة فبالنسبة لسنتين كورونا إزاي نقدر نحطه لا يعتبر طبعا لا 6.3% ده يعتبر رقم جيد جدا لأن إحنا كنا يعني للأسف الشديد كان إحنا في الفترات سابقة كنا أكتر من كده بكتير يعني فكرة إن إحنا كنا 9% أو 10% فإن إحنا نبتدي ننزل لي 6.3% يعتبر معدل مقبول بشكل كبير في ظل كمان إن إحنا كل البنود إن إحنا ذكرناها قبل البندي ده هي عبارة عن زيادة في المصرفات طبعا فالفكرة كلها إن إحنا يبقى عندنا زيادة في هذه المصرفات وفي نفس الوقت يبقى عندي أمامها زيادة في حجم الإرادات بشكل أكبر فقدر إن أنا أقلل حجم العجز يديني كمان مدلول إن مستويات الدين كمان تبتدي إن هي بالتبعية تنخفض وبالتالي مستويات الفوائد على الديون تبتدي هي كمان تخفض ففكرة إن إحنا ننظر إلى حجم المصرفات ويبتدي يبقى هناك نظرة إلى حجم العجز نواة ما يحصلش فيه أي انفلات ده جزء مهم جداً 6.3 أعتقد نواة رقم جاي جداً نأمل بإذن الله إن إحنا نوصل الله يبقى أكيد طيب وجه أيضاً السيد الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج الجمركي ودي بردو كان بيقعد بيفضل في الإفراج الجمركي فترة طويلة للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات يعني الوقت اللي بتيجي فيه الشحنات يبقى فيه سرعة إقاع أعتقد ده كمان مهم جداً إحنا كان عندنا يمكن بطاية منظومة التحول الواقم يتخش بشكل كبير في المنظومة الجمركية إحنا كان من ضمن المشاكل اللي إحنا كنا بنواجهها دايماً في التقارير الدولية وبالأخص تقارير زي دورنج بيزنس أو تقارير سهولة مواسطة الأعمال مؤشر مهم جداً هو مؤشر التجارة عبر الحدود لأن دايماً كان عندنا مشاكل فيه أن البضاعة بتقعد لفترات طويلة جداً في مواني عدة إحنا تخيل حضرتك أن كان المستوى يتعامل مع 23 جهة علشان يبتدي يخلص الإجراءات الخاصة والبضايع دايماً بتقعد فترات طويلة جداً في مواني عملية التلخيص أن يبقى فيه تسهيل للإجراءات التحول الرقم يبقى موجود بقوة ده جزء كمان مهم لأنه بينعكس كمان على أسعار السلع دايماً في السوق طبعاً ما هو أنت السلع بالزبط ما تاخد وقته قليل جداً في الجمرك وتطلع البضاعة دي أن تقعد شهر أو شهرين أو ثلاثة في المنين طب ما هو بيدفع لها تكاليف هي التكاليف داية المستوى هو اللي هتحملها لا هو هينقل عب هذه التكاليف على المستهلك طب لما يبقى التكاليف دي الوقتي بتقل يبقى دي الوقتي معناها أن البضاعة داية لما هتبتدي تنزل السوق هتبتدي أن أسعارها تكون أقل من ما هي عليه فبالتالي دا جزء كمان بيساهم في نتيجة غير مباشرة على معادلات التدخل وفي نفس الوقت هيدر أنه هو ينعكس بشكل إيجابي على تقارير دولية تقارير سهولة مراسطة الأعمال وكمان تقارير تاني زي تقارير تنفسية دولية طيب سؤال كده هتلاقي كده ناس من متابعين أو مشاهدين يقولك إيه طيب مصر في عندي نسبة عجزة حتى ولو كان زي ما انت قلت هي نسبة عجزة مقبولة ويعجيدة في ظل الظروف اللي احنا فيها بس هيقولك إيه طيب الأرقام اللي احنا عمليين نحطها والزيادات والعلاوات وكده مصر هتجيب النفقات دي منين طيب مصر تجيب النفقات دي منين من حاجات كتير جدا رقم واحد طبعا منظومة الإرادات وبالأخص الجزء الخاص بالضرائب احنا في مصر بتدينا نعتمد على بدلا ما احنا بنرفع سعر ضريبة لا احنا بتدينا نتحرك على ملف مهم جدا مرتبط بكفاءة تحصيل الضريبة وكفاءة تحصيل الضريبة ده ملف الدولة بتاعت تتحرك عليه بسببها عن طريق فاتورة الالترونية ازاي اننا دلوقتي اعمل عملات التصالح فيها ضبط وضبط لا عندنا كمان كان مشاكل في الحصر بالنسبة للمجتمع الضريبي كان عندنا مشاكل في التقاضي والمناذعات الضريبية اللي بتقعب بالعشرين سنة وبعد كده احنا بنخسر وكمان الممارد بيخسر ازاي اننا عملوا تسهيلات دي كلها ملفات الدولة بتحرك انها تتحرك عليها بجانب كمان عملية التنوع بشكل كبير في الاراضات اللي بتخش ليه الدولة المشروعات اللي الدولة بتدت تتحرك عليها زي التفدير اللي بقى يجيب لك دلوقتي عقد يعني كويس جدا التنوع دوت مهم بالنسبة ليه الموازنة العامة للدولة وليه الاراضات كمان ترشيد النفقات وازاي ان يبقى فيه ترتيب ليه الاولويات ده جزء مهم جدا عشان كده في النهاية لما يجي شوف في المجهد عفوا الخاص بيه العجزة هلاقي انه هو بيقل وفي نفس الوقت بالنسبة ليه الاراضات وحجم الاراضات تبتدى ان يحصل فيه نوع من انواع تحصل دون المساس بسعر ضريبة لانه دايما سعر ضريبة دوت فكرة انه حركه او ان يحصل فيه زيادة ده اكيد بيحمل عبء كبير جدا وتكاليف كبير جدا على المستثم لكن الملف اللي احنا بنتحرك عليه بقوة وابتدى يأتي بيه نتيجة مهمة جدا هو كفاءة تحصيل الضيبة وتنوع مصادر الاراضات بالنسبة لتاب الحقيقة يعني ملاحظات مهمة وتفاصيل كثيرة جدا ولكن كان لابد ان احنا نتعرف على كل تفصيلة على حد بشكرك جدا نشكر ضيفانة الخبيل الاقتصادي دكتور علي الادريسي بشكرا حضرتك شكرا جزيلا حاولنا ان احنا نشرح شوية بعض التفاصيل اللي جاءت في اجتماع سيد الرئيس اليوم بخصوص الموازنة للدولة عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين الفقرة التالية اعتقد هي فقرة مهمة وانتوا قاعدين متدفيين كده يا رب تكونوا دايما متدفيين ومبعيدة عن البرد لان الجو الحقيقة هذه الايام ومكمل معنا للاسبوع الجاي في برد كتير فكرنا في التاسعة طب ازاي نقدر يعني ندفيكم او ازاي نقدر نساعدكم بانه الدفا يكون احسن الدفا لازم يكون احسن بحاجات كتيرة قوي منها التغذية التغذية لازم تكون مهمة وصحة مش المهم ان انا اكل كتير المهم ان انا اكل ايه علشان يديني الطاقة كمان نتطمن على البرد ممكن ازاي نقي نفسنا من البرد جلسة كده لطيفة في التاسعة فيها شوية معلومات تفيدكم هنعود بعد قليل فاصل قصير ونعود ونستكمل معكم التاسعة